منذ اللحظة الأولى لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم عمل على رفعة الوطن والنهوض به في مختلف المجالات إنجازات عديدة جعلت اسم حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه محفورا في قلوب الكويتين مع إشراقة شمس اليوم الجمعة التاسع والعشرين من يناير تهل علينا الذكرى العاشرة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم عشر سنوات كان فيها القائد الحكيم الذي يعمل من أجل رفعة الوطن والنهوض به في مختلف المجالات حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد خلال عشر سنوات مضت على ترسيخ الوحدة الوطنية واحترام القانون وتغليب لغة الحوار والنقاش الهادئ فقد تضطرتم أبهى صورة الولاء والوفاء لوطنكم بما تحليتم من روح وطنية عالية وما أبردتموه من حرص على تعزيز الوحدة الوطنية وما أبديتموه من مظاهر التعاطف والتراحم لتنتصر الكويت وتبقى وحده وتماسك أبنائها أصية على كل من يحال النيل منها واهتم القائد الحكيم بإصلاح وتطوير التعليم حيث يعتبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أن العلم والمعرفة هم أساس نجاح أجيال المستقبل وبناء الإنسان الكويتي الذي يعتبر ثروة الوطن الحقيقية والتي لا تعادلها ثروة فكان حرص سموه على توسيع دوائر المعرفة والحفاظ على تراث الآباء والأجداد والاستفادة من مستجدات العلوم وروح العصر والتمسك بالقيم الإسلامية والتقاليد العربية الأصيلة وكان تطوير الجانب الاقتصادي من أهم أولويات حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه فعمل على تطويره والاستمرار بالخطط القائمة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي ومنذ تولي سمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله مقاليد الحكمة تعددت الإنجازات لصالح الشباب والمرأة حيث يعتبر صاحب السمو حفظه الله الشباب عماد الوطن وذخيرة المستقبل ومركز الاهتمام وأمل النهوض بالبلاد إلى مزيد من الرفعة والتقدم أما المرأة الكويتية فقد أولاها صاحب السمو رعاية خاصة تمثلت منذ توليه مقاليد الحكمة في دعم حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية حتى تحققت إنجازات تاريخية لصالح المرأة الكويتية أهمها وصول المرأة في عهده إلى مجلس الأمة عشر سنوات من التنمية عشر سنوات من الاهتمام بالإنسان الكويتي والعمل على رفعة الكويت والنهوض بها إنجازات عديدة جعلت اسم حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعا محفورا في قلوب الكويتيين بل والعالم أجمع